اكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يعانون من استمرار انقطاع الطيار الكهربائي الذي يصل الى اكثر من عشرين ساعة يوميا بسبب الحصار الاسرائيلي والانقسام الفلسطيني ما دفع المواطنين للخروج في مسيرات احتجاجية طالب بالله المسؤولين عن الكهرباء يوضعون لنا حل نهائي احنا لنا كذا سنة بنطالب بنطالب لا حياتي لمن تنادي احنا تعبنا انا واحدة من الناس اولادي ما شهاداتهم اليوم كانت مش مزبوطة ليش لانه فيش امكانية الكهرباء الولاد من غير كهرباء مش دراسة واعتبرت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالة انها تتعرض لحملة تحريض مشبوهة بسبب ازمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة رغم انها تقوم بتغطية اكل في ذلك كافة الاطراف الفلسطينية في غزة والضفة الغربية وايضا الاحتلال والمجتمع الدولي مجتمعين يتحملون هذه المسؤولية اتجاه هذه الازمة المركبة والمعقدة والمزمنة فيما يتعلق بازمة الكهرباء والتدهور الحاصل على مختلف المستوى ويشهد القطاع منذ ايام احتجاجات على استمرار انقطاع الطيار الكهربائي وسط اتهامات متبادلة بين السلطة في الذفة الغربية وحكومة حماس وخلال جلستها الاسبوعية بحثت الحكومة ازمة الكهرباء في غزة حيث اوضح وزير المال شكري بشارة ان مجموعة تكلفة الطاقة التي تؤمنها الحكومة لقطاع غزة يبلغ 270 مليون دولار وهذا المبلغ يشكل اكثر من 30% من عجز الموازنة